اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلوة تسديد احمد خليل يحولها اول تسديد مبدالة الشوق الثاني للمنتخب العماني للمنتخب العماني سدد يونس الاهدي حولها احمد خليل حارس المرمى لخارج الملاب الأخرى بالتحديد ولازلنا مشاهدين ومتابعين ومتابعة قناة رياض السعودية في كل مكان دازل المنتخب العماني الاعلامي متقدم على شفيفه المنتخب القطري بعدها واحد انتمنى ان شاء الله الشوط الثاني ان نشاهد اهداف من المنتخبين وانشاهد مباراة نهائي الفائن الكبير في ايضا بطولة الخليج الثانية الاعلاميين على كاس سيدي صاحب اسمه الملكي الامير فيصل بن خالد ابن عبدالعزيز امير منطقة عسير تنذي بحاول يحصرها يلعبها اللي وعبدالله سالم عبدالله سالم ناقلها ناقلها حلوة ساعد بلال ساعد بلال ناقلها لليل يمين يحاول ينضع هجمال الهجمال للمحمد سعدون محمد سعدون لساعد بلال ساعد بلال لذكره للصالح المنتخب القطري مكتوعة لساعد منتهى بيعاولة بلواجه لوجه المرمى تاقطية حاضرة تاقطية عبدالله سالم عبدالله لحمد خليل الخبرة حارس المرمى بتتخلص بتتعاية مرورة صالحة بخط بحدي وذي إذن بيه إذن تأسف فالي صالح منتخب التخب العماني صالح منتخب العماني بيسراء طالز صالح منتخب القطري يول إذن حاطى أيضا اندار لحرس المرمى ماتل فيها أيضا حقم ساعة متابع جدا إذن نلعب فيها الشوت الثاني ومع ذاتي الشوت الثاني نزال للمنتخب العماني متختم على شكيف المنتخب القطري مباراة كبيرة بهذا النهائي تلعب أجمع سريعة المنتخب العماني تتخلص خارج أرضية الملعب المجانبية لصالح المنتخب العماني العدف 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 الثاني العدف الثاني العدف الثاني للمنتخب العماني تسقيدة قوية من يونس سجل العدف الثاني هاتف نتيجة هاتفين شوف أحمد خليل بيوجه حرس المرمى شوف هاتف يونس الفهدي يونس الفهدي هو اللي سجل هاتف الثاني منتخب العماني أصبحت النتيجة هاتفين بتسديد وتقتل سريعة بيحاول في الوسط بيحاول يحصلها لعي الوعي الوعي لعي الوعي يحصلها خارج رضية الملعب يبحث عن المنتخب القطري الإعلامي يبحث عن هدف أول حتى يفكر أنه عادل أمام المنتخب العماني المنتخب العماني يبحث عن تعزيز هدف المحافظة على نتيجة المباراة لكن مباراة هي سريعة مباراة لخطأ لصالح المنتخب في خطأ لصالح منتخب القطري بروح رياضية بحي بيحيي منعب إبراف عليك لاعب العماني يونس الفهدي لاعب قرون كابتن قاعد منتخب العماني وفي تقطيع طلبية حاضرة من المنتخب العماني من لعي الوحبي ومن يونس الفهدي وحنشوف جفار راشد جفار راشد يصلحها في المرعب فرصة كان ممكن يصير بالنشيء أحمد خليل يتخدم يتخدم أحمد خليل عارس خبرة عارس دولي عارس منتخب القطري السابق شوف كيف تقدم خير على مباراة سريعة سريعة بين المنتخبين منتخب العماني والمنتخب القطري مشاهدين ومتابعين في كل مكان لازالت النتيجة هدفين للمنتخب العماني لاشيء لشقيقه المنتخب القطري مرعباة كبيرة جدا اللي يرعى هذا النهائي كينا مارا في منطقة نصير سعادة الإستاذ سليمان هل تريد شو بعض المسهولين العموم في المنطقة العباء حازم ويتتنلعب ويتتخلص عرضية أحمد خليل السلماء العباء سريعة أحمد خليل تتخلص تقديق حاضرة في العباء اللي يمتون بالوسط نحاول حصرها لصالح المنتخب نحاول حصرها لعاية الوحفي لعاية يناقلها بدوله لعيمن الصالح لعيمن ليونس البحدي يونس اللي بيقدم مباراة كبيرة قاعد المنتخب ينتقل حاضرة من عاد الخميس عاد الخميس بي العباء حمامية محمد سعدون محمد سعدون ناقلها ناحية اليمين بي عاجة سريعة جدا لكن خارج أرضية الملعب طارت وضع خارج الملعب صالح المنتخب العماني عشام الوحبي لعباء عشام في الوسط رؤية الوحبي لأي خلفية لازالما تقاتم المنتخب العماني بعد فين في اللقاء النهائي في البطولة الخليجي الثانية للإعلاميين الإعلام الرياضي للعباء بحالي حصراء وتقديق خارج أرضية الملعب سعد بلال سعد بلال يقدم كبيرة جدا يلعب محمد سعدون محمد سعدون لسعد بلال سعد بلال في الدائرة يحاول بعد عن زمين في الآخر يحاول يحصل خالد جفار راشد حبار حلوة 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 شام الوحبي يحاول خارج أرضية الملعب يحاول ها ضربة الزاوية براه كبيرة يقدمها لأشقاء العمانيين والقطريين العنابي وأيضا شعار الأبيض العمانيين يقدم براه كبيرة في هذا المنطقة الخليجي الثاني النسخة الثانية لحاول حصلها بتو زخار يرد حول حصلها برعبة ويت تخلص حاول عادي تتأمر روحة لصالف منتخب القتلي خارج رضية الملعب لعب سريع جدا منتخب العماني ومنتخب القتلي هذا هو اللقاء النهاي على كاس سيد سامس الملكية من فيسب الخالد من منطقة تعثير للتجمع الخليجي وفي المنتدى الدولي للإعلان الرياضي هذا باب يحاول يعدي يعدي فاول احتسب فاول حكم الحكم الثاني عبد الرحمن الميلس عبد الرحمن الميلس احتسب خطى لصالح اللاعب راشد راشد في خطى في حادسة مشري خالفي بقائد الكبير للبنتخب العماني ويبحث عن اول عدف الانتخب القطري يبحث عن اول عدف حتى يضع معه ايضا 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 محمد صعدون التواري اعلامي اذا عريم محمد صعدون داعشر المنتخب العماني بحاول يحصل بيخل الصوت يجي بحاد الخميس حاد الكنتين حارس المرمى تلعب منتخب العماني بحاول يحصل احمد خليل عارس المنتخب القطري محمد سعدون الكواري اعلامي مرور بسدد محمد سعدون تلعب ها سريعة بحارس المرمى بيستلم براف وحمد خليل عحمد خبرته اليوم بساعده في هذا اللقاء الكبير تلاحظ الجاني وهم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر محمد الكواري محمد سعدون حلوة محمد سعدون حلوة محمد عدن ناقلها في ذجن بحاول يساتي بحاول يمور بحاول يلعبها عرضية بتجي المرمى فرصة دعبية مرت أمامهم مرت ورمى في متابعة وفرصة دعبية المنتخب العماني اللي لسان متقدم بضلاته أداف يا سلام يا سلام يا محمد السعد يا أربعة محارات وينتلك في العمل للوحي الوهبي ويقل فيه ما يحصرها لخارج عرضية الملعى توجيهات من المنتخب العماني سعد بلال يبحث عن زميل جفال راشد سعد بلال جفال راشد محمد سعدون على الكواري دعباء خاطة دعاية الوهبي دعاية بسلمة محمد السيادي محمد السيادي مرة أخرى أتاكرة معه لحارس المرمى هشام الوهبي هشام الوهبي بالوسط سريعة أجمع سريعة لإيصال المنطقة دعباء وخارج عرضية الملعى وسامة شي سادت لخارج عرضية الملعى الضربة تساوية أزلنا بيع الشوط الثاني ولازال منتخب العماني متقدم بثلاثة أداف والعمور صعبة كثير على منتخب القطري متأخر بثلاثة أداف والوقت يمضي كثير جدا ثلاثة أداف لازال عدف في الشوط الأول وعدفين في الشوط الثاني التمر في اليقين مباراة كبيرة في النهائي تلعب حرس المرمى استلمى هشام الوهبي هشام الوهبي لعباء لعي البية خلفية بيتأخر بحول يعدي ضربة الزاوية ضربة الزاوية لصالح المنتخب القطري جفال يسدد ضربة الزاوية عبدالله سالم عبدالله سالم ثلاثة هو اللي حين على ضربة الزاوية إلعبا تتخلص خارج أرضية الملعب خارج أرضية الملعب الزامة تقدم المنتخب العماني العماني على نظيره بسدد خلوة تخليده خارج أرضية الملعب تسديده قوية سدد والخارج أرضية الملعب إنه مشاهدين ومتابعين في كل مكان أزال لقاء المنتخب العماني المنتخب القطري وزال منتخب المنتخب العماني ثلاثة هاتا لقاء باللاشي للمنتخب العماني هاتذا أيها الأحبة أيها الرياضيون مشاهدين ومتابعين في كل مكان عماني قطري